السلام عليكم أصدقائي وعزائي أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد ومطب جديد فيديو اليوم عملته بناء على رغبة أحد المتابعين لطلب رأييه بعطر ماهر من لطافة وقلت له أبشر فنبدأ على بركة الله سأتحدث عن العطر مبدئيا دون نظر والذكر النوتات لأنه أكثر عطر لطافة تذكر لك نوتات شيء وأحيانا كثير تشوف شيء تاني أو تشم شيء تاني طيب هلا العطر جربته من قبل ورجعت طلبة كمان تستر كم تستر مو بس تستر لعيد الاختبار ورح نراجعه سوا ونشوف كيف حيكون طيب نبخ العطر نشوفه مع بعض هلا قبل ما أقول رأيي الشخصي فيه رح قول كيف كانت تردد فعل أكثر الناس لما أخدت رأييهم هنم فيه هلا شيء أكيد كمان أنه الإنسان العادل ممتخصص بالعطر ما له خلق وبال يستنى ويشوف كيف الريحة حتصير وشلون حتتغير رح يحكم مباشرة على الإفتتاحية هلا نقطة المشتركة بين مجموعة من الناس كتير يعني أكثر من شخص وأكثر من حدا وأكثر من فئة جربت عليها العطر فيما يخص الإفتتاحية كان رأييهم أنه شرقي بخوري وفيه المدسينال فيب يعني فيه الريحة الطبية اللي بعد دقايق هتروح هلا نجي لرأيي الشخصي بقى هلا بالنسبة لي صح في الريحة الطبية بس هالريحة الطبية بس طما الأخير هتروح بعد دقايق وما في أن يعتبره شرقي أنه عطر شرقي بحث لا فيه هاللمسة الشرقية بالإفتتاحية هلا عم نحكي بس العطر كمان بعد دقايق حيصير عطر كتير حلو يعني سموكي فيه جلد ليذري وخشبي وودي والسموكي اللي فيه دخانية رزينية يعني أنت هلا أخي رح تعتقد أنه بخوري بس لا تكمل معي المقطع ورح خبرك بجي كالإحساسية هي ريحة السموكي اللي فيه هون دخانية من الرزين مو من البخور وبالخلفية فيه لمسة سيتروس لمسة حامضة مع نوطة خضراء دول موجودين بالخلفية يعني العطر غامض دارك رجولي فخم وإذا حضرتك محبي العطور الفريش أو الكلين فأكيد هو مؤلك هلا أفضل طريقة لأصف لكم الريحة وقربة منكم وخليكم تحسوا فيها هي ريحة بتشبه كتير ريحة الدخان المتصاعد من النار المشتعلة بس بالهواء الطلق انتبهوا أخواتي يعني هي ريحة دخنة طالعة من النار بس برا البيت مو ضمن موقد بالبيت شغالة هاي النار شغالة برا والخشب المستعمل فيها مو خشب ناشف خشب جاف خشب رطب لسه فيه خضار والأقرب هو خشب الصنوبر هلا هون فيه عدة أسئلة من ليش فيه ناس بتقلك ان هو سموكي بخوري منين إجا هون الأحساس هلا رح خبركم وليش أنا عم قلك انه الخشب المستخدم بهالنار اللي شغالة برا البيت هو خشب مو جاف مية بالمية انه لسه فيه خضار وبرأي انه العطر سموكي وودي دخاني مو بخوري انه المتل هاد برأيي انه العطر سموكي وودي دخاني بس رازيني الرازيني اللي بيجي حبات ومتل هاد البخور رح نجاوب على الأسئلة الإجابة هتكون ببساطة الخشب اللي بعده أغدر ونشفه مية بالمية وبالذات خشب أشجار لسنوبر هلا بتلاقي عليه أحيانا حبات مثل هاي اللي هاي طبيعي بالعامية منقلة صمغ بالعربي الفصحة اسمارات رينج بلغة العطر إلا الرازين ماشي هلا هي المادة موجودة على الخشب سبحان الله هلا لما الخشب ترتفع حرارته بتبدأ هالمادة تدخن بتعطي ريحة سموكية يعني بتشتغل مثل البخور بس هي مو بخور بتعطي دخنة وريحة سموكية كتير طيبة هلا بتنضاف لريحة الخشب المشتعل يعني عنها الخشب عم يشتعل وهي المادة كمان اشتعلت مع الخشب يعني الخشب يشتغل كأنه مبخرة إلا هلا من ميزة هالريحة الراترينج انه لما يشعل بيعطي رايحة انتبهوا معي بقى فريش سبايسي صنوبرية مع لمسة ستروس يعني هذا اللي حكينا عنه بالبداية انه العطر سموكي ليذري وودي دخاني رازيني مع لمسة ستروس ونوطة خضرة موجودة بالخلفية هذا العطر بشكل عام بردة بعد الكونية العطر سموكي جلدي دخاني بطريقة رازينية مع لمسة ستروس ونوطة خضرة بالخلفية كيف حصلنا على اللمسة الحمضية والنوطة الخضرة عن طريق هاي رازين لما اشتعل هاي هي اللوحة كاملة وللناس اللي لا تحب الشرح الطويل وتحب ببساطة يعني الريحة اشبه لريحة الدخان اللي بتشمو من النار الشعلة بالجو الخارجي بالهوى الطلق لما تكون لابس جاكة جلد يعني بس بصراحة العطر غامض مستيري دارك رجولي فخم وشيك يعني ازا بتحب هالنوع من العطور فهو اكيد اليك هلا شو بيذكرني او شو بيشبه هلا في شي من الانكرنوار بس لمسات يعني من طابق مية بالمية يعني اه في الغموض الموجود بانكرنوار الارجينال يعني انت بتقول اوكي هو الارجينال بعدين بتجيك هاللمسة السيتروسية بتقول لا معناته انكرنوار السبورت بس كمان لا مو السبورت بتجيك السموكية بتقول لا خلاص الاكستريم هو بشكل عام بشكل عام في شي من خط انكرنوار كله بشكل عام في شي من خط انكرنوار مأخوض مقاطع من انكرنوار كعالي مو من واحد منهم بالذات ممكن نقول كمان ميكس بين انترلودمان و انكرنوار يعني اذا عملنا ميكس بين انترلودمان انترلودمان مع انكرنوار راح نحصل على ماهر black edition وفي كمان طريقة ثانية نقول انه انكرنوار يعني اذا شغل نار وزاتيت انكرنوار فوقه تمان بتحصل على ماهر black edition بالنسبة للسعر يعني الريحة والكواليتي اللي عم تحصل عليها اغلب كتير من السعر اللي هتدفعه يعني صعب كتير انك تحصل على هيك نوع من الروايح من شركات الديزاينر او شركات النيش يعني الريحة اغلب كتير من السعر المدفوع فصفقة حلوة ورابحة الفصول خريف شتاء بنجي لموضوع الاطراءات هلا هو العطر مول مغناطيس اللي بجيب لك مديح واطراءات وبدو بدو اللي يفهمه يعني مول العطر اللي بيلفت انتباه بدو بدو اللي يفهمه وبعتقد بجيب اطراءات من الرجال اكتر من النساء مو مغناطيس للمديح هلا نقطة الاداء الاداء متوسط للجيد ست لسبع ساعات كثبات مع فوحان كمان متوسط يعني بيعمل سنت بابل مثل الفقاعة حواليك ساعة لساعة ونص تقريبا طبعا بهاد النوع من العطور هذه العطور السموكية يعني مو مطلوب يكون الاداء اقوى من هيك الجنس اكيد للرجال اللباس شو تلبس معه مع شو بيروح رقم واحد مع اللباس الرسمي رقم اثنين انه يكون اللباس اسود بالكامل متيابة كلها سوداء كتير بيتلاحلوا مع ماهر بلاك اديشن النقطة الثالثة انه يكون جاكت اسود جلد هلا نقطة انه هل بنصحكم تشتروا هلا هذا الموضوع الشخصي يعني دايما جربوا بالماتشتري لا تشتري على عمياني ودايما يعني يعني اللي عم يشوف هذا الفيديو اكيد هاوي عطور ويحب العطور ويشوف شو رأيي اليوتيوبر بالعطور لا تساق بي حدا انفك معك لو تطلب تيستر او تجربوا بالمحل هيكون افضل بكتير وصاق بانفك اذا عندك اي عطر سموكي فهلا ما لوه ما في داعي اليو هلا انا عندي كتير عطور سموكية لهيك ما في داعي يجيبه بس مشان حط وعرف اذا عندك زجاجة راح تخلص حبيب تحتفظ فيها وتخليها بالكولكشن وتضيف ماهر بلاك عليها ويضافة حلوة وصفقة رابحة بالنسبة للسعر الريحة اغلق بكتير من السعر فممكن تجيبه اذا لازمك عطر سموكي عمدك عطر سموكي استنى لايخلص وجرب ماهر بلاك ادشين شوفه وجربه بس طبعا جربه قبل ما تشتريه هلا بتمنى الفيديو يكون عجبكم وقدم لكم معلومات مفيدة واتمنى اشتراككم بالقناة تفعيل زر الجرس ودعمي باللايك اليسالكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته